لما تعلمنا زمان ترجمة قالولنا ان الترجمة انك يبقى عندك روح الترجمة روح النص انك ما تعملش حاجة اسمها الترجمة الحرفية تخلي بقى انك بتترجم للصم وضعاف السمع يعني لفئة صعبة جدا انك تترجم لهم قلة موسيقية بتتعزف ازاي تترجم لهم؟ ازاي توصل لهم الحالة دي؟ ضفنا النهاردة صنع حالة كبيرة جدا من البهجة خلته محل انظار الملايين اللي لقبوه بالمترجم او مترجم الاشارة المبهج ضفنا النهاردة كان في احتفالية كتف في كتف وكان مترجم لغة الاشارة الاحتفالية اللي حضرها ست رئيس عبد الفتاح السيسي قدر انه هو ببراعة شديدة جدا من الاحساس الموسيقى احساس النغمات احساس اصوات الالات الموسيقية لفئة مهمة جدا ربما لا تستطيع في اي وقت من الوقات انها تسمع هذه الموسيقى يعني خلونا نتعرف اكتر على احد ابطال احتفالية كتف في كتف بشوية ماد مترجم لغة الاشارة للصم وضعاف السامع اهلا خليني اقولها لك اهلا بيك في صباح الخير يا مصر نورتنا اهلا بيك اهلا بيك وانا اللي سعيد ومتشرف لك وبكل محبي القناة طبعا اهلا انت فتلت ارشاد سياحي صحيح اه الحقيقة اه انا فتلت ارشاد انت لسه طالب ولسه بدرس مظلوط ولسه بتدرس الحقيقة الناس كتير ما تعرفش ده بس انت عرفت ده او تعلمت ده علشان والديك كانوا من ضعاف السامع انا في البداية انا اتولدت طفل زي اي طفل في الدنيا بس والدي هو كان اول ما اتولد كان بيتكلم طبيعي لحد سنتين جات له حمى شوكية اثرت عليه في السامع والكلام ففقد الحاسة اللي هي الجسر اللي تواصل بينه وبين المجتمع لما مرت السنين وتزوج وبشوي جي كان بشوي الشخص والطفل والابن البكري بالنسبة له واللي يعتمد عليه كأنه جسر وكأنه لغة يتواصل بيها ويرجع يتكلم بيها مع الدنيا تاني بعد ما البيبان اتقفلت في وشه خصوصا ان احنا في السنين اللي فاتت ما كانش اهتمام لغة الاشارة قوي جدا وحتى الان احنا بنحاول واحنا كل دورنا ان احنا نزود في توعية لغة الاشارة وان هي لغة لابد من انها تتوفر في جماعة جهزة الدولة ويمكن دا اللي كان اكثر عمل خيري قدمه كتف في كتف للملايين كلها مش بشوي خالص بالعكس